عاوز تغرى شاشة التليفون على الكمبيوتر بضغط زر وعدة وبزن محاكي طبعا يستعرضه عن طريق الواي فاي ولا عن طريق كابل اليو اس بي انا ان شاء الله يخليك تغرضه عن طريق الواي فاي وعن طريق كابل اليو اس بي طيب عاوز تصور التطبيقات المحمية اللي بتظهر بشعة سودا زي تطبيق الانترنت البنكي وزي المحافظة الالكترونية ان شاء الله خليك تصور التطبيقات المحمية طيب البرنامج لنا نستخدمه مجاني ولا مدفوع. لا البرنامج مجاني تماما وحجمه صغير جدا وانا بستخدمه دايما في الشروحات بتحته. بس الاول تعمل لها لايك على الفيديو. وتصلي على النبي في تعليق علشان انا اخد ثواب وانت تاخد ثواب ويلا بينا نبدأ. تحت الفيديو اللي انت بتشوفه حاليا دلوقتي سندقو الوصف او اول تعليق مثبت هتلاقي كل اللي انت محتاجه. اولا محتاجين ان احنا نعمل تصحيح اقطاع يوسي بي عن طريق فتح خيارات المطور في فيديو بيوضح لك العملية دي بالتفصيل. فيديو مدد تد اياه. يبقى احنا اول حاجة نعملها تصحيح اقطاع يوسي بي على التليفون بتاعنا. تمام? تمام. طيب بعد كده هنحمل برنامج اسم البرنامج. اه دي نسخ. وهنفتع جوجل. وهنكتب بحس. ادي الموقع رسمي بتاع البرنامج. وزي ما قلنا البرنامج مجاني تماما مية في المية. لا يباع ولا يشترى. دول لوت. هنا دول لوت. هقول لك اختار نسخة. اربعة وستين ولا اتنين وتلاتين بيت. انا حسب جهازك. او ماي كمبيوتر. كليكي من عليه بروبيرتس. عندي سيستن طيب. عندي اربعة وستين. لو عندك اتنين وتلاتين هتثبت اتنين وتلاتين. تمام? تمام. انا بالنسبة لي اربعة وستين فهحمل اربعة وستين. بالشكل ده. وبعد كده جايب لي اصدارات البرنامج. انا هحمل اخر اصدارة. ده. حتى نزلي تلات لواني ثانية. وبعد كده هبدأ التحميل. حمله على ديسكتوب. بالشكل ده. زي ما قلنا البرنامج حقبه صغير جدا. خمسة ميجا. نفوق الضغط عنه. ونثبت البرنامج. تمام. هنشغل من الملف ده. بس الاول نوصل التلفون بتاعنا الكمبيوتر عن طريق كابل اليو سي بي. تمام? بالشكل ده. هو قعد يكن شغل. التلفون بتاعي ارى. نشغل منها. طبعا لازم نعمل تصحيق اخطاء يو سي بي قبل الخطوة دي. تمام? زهر معامل مباشرة التلفون على الكمبيوتر بالشكل ده. تمام? بص كده. اي حاجة بعملها على الكمبيوتر? اي حاجة بعملها على التلفون? تظهر على الكمبيوتر مباشرة. يبقى دي طريقة عرض التلفون على الكمبيوتر عن طريق كابل اليو سي بي. طيب لو عايزين نعرضه بقى عن طريق الواي فاي من غير كابل اليو سي بي اطلاقا. هنعمل ايه? نافل دي كده. تمام? ونيفل دي كمان. وبعد كده ناخد النسخة اللي احنا في القناة ضغط عنها. كليك يمين كوبي. وروح عندي او ماي كمبيوتر والدريب سي اللي احنا نثبتين عليه لوندوز بتاعنا. ونعمل لازل هنا بالشكل ده. كلام جميل. كلام جميل. وبعد كده نخش جواها. بالشكل ده. لحد ما نقف على الملفات بالشكل ده. وناخد المسار ده كله كوبي. تمام? من فوق. اضغط ضغط عدف فوق هنا كده. هياخد المسار ده كوبي بالشكل ده. كلام جميل. وبعد كده نروح على لو ظهر عندك برا تمام من ظهر عندك. في البحث هنا كده. هيظهر لك بالشكل ده. هتفتحها وبعد كده تروح عند وبعد كده تمام? وبعد كده اخر ده. وعند هنا. هنضغط ممكن تلاقي دي عندك فضية. انا عشان نضيف فيها حاجة من قبل كده. هتقول له بالشكل ده. وبعد كده كليك يمين. احنا ضغطنا على عمل لي ام ربع الفضي ده. تمام? اهو بالشكل ده. وبعد كده وبعد كده اوكي. اوكي. كلام جميل. ودلوقت هنضخل على البحث الثاني. ونكتب سي ام دي. ام دي. من لحظة المفاتيح. هنضع طريق كليك يمين. ونقول له تمام? مهم جدا ان احنا نشغله كمسؤول. بالشكل ده. فتح معنا بالشكل ده. تحت الفيديو برضو اللي انت بتشوفه. هتلاقي عندك الاوامر اللي انت محتاجها. اول حاجة عملناها دخوله على تمام? وبعد كده فتحنا السي ام دي. تشغيل بوسطة المدير. وبعد كده هنقض الامر ده. نسخ. وروح عند السي ام دي. كليك يمين. اتلزق. تمام? وقف عليه بالشكل ده. كلام جميل. وبعد كده ناخد الامر ده كده. كليك يمين. كوبي. ونجي هنا. ونعمل كليك يمين. تمام? بضغط كليك يمين بيعمل لزق. بس انت بالنسبة لك هنا بقى محتاج ان انت تغير الاي بي ده. الاي بي ده خاص بتليفوني. بنعمله الكلام ده ازاي? اقول لك دلوقتي بنعمله ازاي? عشان نجيب الاي بي بتاع التليفون بتاعنا بكل البساطة بنضغط على ضبط بالشكل ده. تمام? وفي البحث هنا دي. بنكتب كلمة اي بي. بالانجليش تمام? اي بي. هيجيب لي نتائج البحث الوقتي. منها اي بي الجهاز. جاب لي تلاتاشر نتيجة. بننزل تحت شوية. اه دي معلومات الحالة انوان اي بي. وعندك هنا انوان اي بي. فيه ارقام كتيرة انت تقول الارقام اللي هي عويلة ايه? مية اتنين وتسعين مية امينية وستين دوت واحد دوت. وبعد كده الرقم الاخير هتلاقي مختلف عندك. تمام? تمام. يبقى احنا نعدل الاي بي ده بالاي بي بتاع جهازنا. كلام جميل. طيب دي انا محتاجها في حاجة بعد كده? مش محتاجها في اي حاجة. تمام? بقفل. تمام? ونروح للبرنامج بتاعنا. نقفل كل ده. مش محتاجينه. وبعد كده نشغل من ايه? مش هنشغل بقى من لنا دي. مش هنشغل بقى من اللي موجودة على سطح المكتب. هنشغل من اللي موجودة جوة زيزب سي. تمام? ودي الفولدر اللي احنا حطناه. تمام? بالشكل ده. وهنشغل من الملف ده. زي ما اتفعنا. تمام? زهر معي التليفون بدون ادنى مشكلة. والتليفون مش واصل بكابل. تمام? مش هعرف تظهر كده في الكاميرا ولا? اي حاجة بنعمله على التليفون تظهر لعظيا على الكمبيوتر بالشكل ده. اه صحيح. في حاجة عايز اقول لك عليه قبل ما اقفل. بدان ما تلف اللافة دي كلها عشان تشغل البرنامج كل مرة تخش على وبعد كده مجلد البرنامج وبعد كده تشغل من هنا. ممكن تجينا عندي البرنامج مبارة كده. تضغط عليه كليك يمين. وتقول له بالشكل ده. بينزلك على الجنب هنا زي ما انا عامل في الحاجات اللي انا عايز اوصلها بسرعة. هلا عندي هنا وبعد كده اشغل من هنا على طول بالشكل ده. تمام? تمام. وفي طريقة اسهل لو دخلنا على البرنامج بتاعنا. وادي الملف اللي احنا بنشغل منه كل مرة. لو بنتو ستارت. بعد كده افتحت قيمة ستارت. اجل اشغل كل مرة من الملف ده مباشرة عندي. اعرض معي التليفون مباشرة عندي. فيديو بسيط وفيديو لزيز. نستاش تدعمنا وضعك على الفيديو وشيري الفيديو باشنغير اكتش تاويت. سلام عليكم. اشتركوا في القناة